بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد المشاهدين الكرام يقول الله جل في علاه في كتابه الحكيم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاهَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ يُبَيِّنُ الله جل في علاه أن إخلاص العبادة وإخلاص الدين لله جل في علاه أمر مهم من الأمور التي يجب أن تصاحب كل طاعة لله جل في علاه يقول الله جل في علاه إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ إذن فإخلاص الطاعات لله جل في علاه والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقلوب وهي مصاحبة للعمل الصالح إنما هو سر قبول الأعمال عند الله جل في علاه نعم الله سبحانه وتعالى غني عن الشركاء الله سبحانه وتعالى غني عن طاعات العباد لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم ولكن الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده إذا هم أقامهم الله تعالى في طاعته أن تكون الطاعة بإخلاص لله جل في علاه لا تدخلها شبهة الرياء ولا تدخلها شبهة السمعة ولا يدخلها عرض من أعراض الحياة الدنيا نعم يجب على العبد إذا أقبل على الله جل في علاه أن يقبل على الله جل جلاله من طريق الإخلاص لأن الإخلاص هو روح العبادة نعم الإمام بن القيم رحمه الله يحدثنا عن شيء من هذا حينما يشبه رحمه الله الطاعة والأعمال بأنها كالجسد وأن الإخلاص في الطاعة إنما هو كالروح إذا سرت في هذا الجسد يكون الجسد صحيحا مستقيما وصالحا لفعل الأشياء أما إذا خل الجسد عن الروح فإنه يكون جثة هامدة لذلك ينبهنا إلى هذا الأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نعم الإنسان قد يعمل العمل يراه الناس عملا صالحا ويرون فيه من الخير ما يرون ولكنه في حقيقة الأمر لا يفعله خالصا لوجه الله وإنما يبتغي من وراء هذا العمل غرضا من أغراض الحياة الدنيا والعياذ بالله فهذه الأعمال ربما لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إذا لم يخلص العبد فيها النية لله جل فعلا نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى هذا والقرآن الكريم ينبهنا إلى هذا والصالحون دائما ينبهنا إلى هذا ولذلك الصالحون يقولون إن أثقل شيء على النفس إنما هو الإخلاص لله جل فعلا لماذا؟ لأن الإخلاص ليس للنفس حظ فيه النفس ليس لها حظ في هذا الإخلاص وإنما النفس لها حظ من حديث الناس عن الأعمال الصالحة نعم النفس لها حظ من كلام الناس عن كثرة السجود وعن كثرة الإنفاق وعن كثرة الصدقات وعن كثرة السعي في قضاء حوائج الناس نعم النفس لها هذه الحظوظ ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل من العبد إلا إذا كانت عبادته خالصة لله جل فعلا ولذلك يجب علينا أن ننتبه إلى شيء في غاية الأهمية يقول الله جل فعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالإنسان قد يجتهد في العمل وقد يجتهد في الطاعة وقد يجتهد في البذل وفي الإنفاق ولكنه في حقيقة الأمر بين يدي الله سبحانه وتعالى كل ما قدمه لا يساوي شيئا عند الله لماذا؟ لأنه خلى من الإخلاص وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا على النقيض من هذا الإنسان قد لا تسعفه قوته أن يقوم بالعمل ويعجز عن الإتيان به مع أن عنده من النية وسلامة القصد وصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ما يبلغه منازل من قاموا بهذا العمل الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيلهم والله غفور رحيم هؤلاء أناس قصدوا أن يجاهدوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم عجزوا عن نفقة هذا الجهاد وحزنوا لذلك حزنا جديدا فبلغهم الله تعالى منازل المجاهدين وقال فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر فبلغوا بحسن قصدهم وتوجههم إلى الله سبحانه وتعالى ما بلغه هؤلاء المجاهدون وهذا سر قبول الأعمال عند الله هذا هو الإخلاص هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين